الكابتانو والفنان حسام غالي وإعماد متعب الاثنين لهم حضور كبير جدا وبصمة كبيرة في بطولة العالم للأنديا مع النادي الآلي في صوالات كتيرة حتى في البطولة الأفريقية حسام غالي إزاي شايف أداء مبارح للعيبة الآلي مع البير في MBC نشوفه العيبة قدت المطلوب منها وكانوا رجالة جدا ولعبوا بجدية ويحسب أن العمل البدني لغاية آخر الماتش يا سيد العيبة وقفة على الرجليها مفيش غير إصابة واحدة عليه معلول طول الماتش العيبة وقفة على الرجليها وقفة صحة وبتدفع صحة وبتجري وبتهاجم وبترد عجبني جدا الالتزام بالوجب الدفاعي والناس كلها وراء الكرة من أول الشرط الأولين تتلاحظ حسين الشحات كان في هجمة للأهلي ورجع سبرينت من الثامن بايرن لغاية نص الملعب كان عاجبني فيلت كان فيه تركيز واللعيبة كانت عارفة طبعا حجم بارد كويس جدا مش عارفين مش عايزين حد يأثر مش عايزين يبقى واحد بس ممكن خارج الزوم بتاع الدفاع اللي هو محتوط لهم رضو الأفعال في كل حتة في العالم دلوقتي رضو الأفعال مشرفة جدا وكان نموذج مشرف كتمثيل للكرة المصرية في مصر كل الحاجات دي كويسة جدا والناس كلها أشهدت بأداء الأهلي وإمكانيات الأهلي وحجم الناد الأهلي في كل حتة في العالم ودي حاجة كويسة جدا ومشرفة لنا كلنا كابتن حسام غالي أو الكابيتانو لما بتسمع الرجل ده بتسمع كلام موزون وكويس أولا من ناحية الفنية هو قال أنا فخور بأداء الأهلي وقفين على رجليهم قدوا بأداء دفاعي منظم رائع جدا أنا فخور بأداءهم وأشد بقدرتهم التنظيمية اللي خلته فخور لكن في حتة في هذه الحلقة التي تحدث فيها عن اعتداده بالنادي الأهلي تحدث عن أسباب هذا الاعتداد وقال إحنا في النادي الأهلي بنتربى على الانتصار وكبرياءنا بيخلينا نطلب المزيد ولا نتوقف عند حدود تقييم معينة فهو الكلام ده لما يقوله بعد كده يشيد بالفريق إذن هو رأى ما يدعو إلى أنه يتحدث بالكبرياء وتحدث باعتداد ويتحدث بفاق وفي نفس الوقت بيقول أنه هي دي شخصية النادي الأهلي طيب ده الكابتانو صديقه العزيز الفنان عماد متعب في سبورتس نشوف متعب رأيه وإيه في أداء الأهلي مع البير فخور بالنادي الأهلي فخوره بجمهور النادي الأهلي فخور باللعيبة اللي موجودة النهاردة في الدور قبل النهائي في بطولة رسمية مباراة رسمية المباراة اللي وديها شيء والمباراة رسمية شيء تاني خالص فكرة بقى موجودة في الصورة وموجودة في الحدث والناس كلها بتشوفه وبتشوف طبعاً النادي الأهلي كبير لكن وجودك في الحدث بيعلي من شأنك أكتر فنياً بقى فنياً وانت بتلعب برني منك فرقة ما فيهاش غلط عشان نكون واضحين وصرحة يعني اللعب مع الفرقة الكبيرة دي محتاج مجهود ومحتاج ومحتاج توفيق كبير جداً ومحتاج كلة أخطاء النهاردة النادي الأهلي يلعب بطريقته المعتاد 4-2-3-1 مع اختلاف وظائف اللعب شوية كان بيرجع طاهر شوية بيرجع حسين الشحاد أكدناك بتلعب 4-1-1 يلعب قفشة وقدامه وقدامه كهرباء وقت 4-5-1 مستمعني مدير فني جيد يمكن أنا أعرفه على المصدر الشخصي إحنا كنا في سيديهاتهم مع بعض جيد دي يعني جيد ولا يعني كويس ولا يعني يصلح مدير فني النادي الأهلي ولا ندي الأهلي أكبر من كده يعني لا يصلح مدير فني النادي الأهلي طبعا بذلك النادي الأهلي يختاره هو مدير فني عنده إمكانيات عنده إمكانيات كبيرة وشوفنا ده مع سانداون شوفنا ده مع منتخب جنوب أفريقيا ليه هوية ليه طريقة لعب ليه شك زكي في تصرحاته زكي في تعاملاته داخل داخل الملعب زكي في تعاملاته مع لعيبة فقط اللبس خد بالك لتصرحات اللي قالها قبل مبارات البير بتصرحات زكاية جدا بتفكرني بتصرحات مسترمان الجزي ممكن الطريقة بتاعته لسه ما تنفذتش بمية في المية زي ما هو عايز هو عايز يغير يبدأ الهجمة من تحت عايز يلعب كرة عايز يلعب كرة يعني يجمع بين الكرة الجميلة والكرة الإجابية كابتن إعماد متعب شارك زميله والنجم الكبير حسام غالي في الفخر بأداء لعيب النادي الأهلي وذكر الجماهير فخر يعني ابتخاره امتد إلى شكل الجماهير ودي حاجة رائعة جدا كل العالم برضو أشاد بيها ولكن لما جاد سيرة موسيماني على لسانه أشاد بموسيماني وقال يمتلك الكثير ويقدم الكثير وهو مدرب زاكي وإن كان لسه اللعيبة ما حفظتش قوي طريقته بالكامل عشان تتحقق الحسنيين الأداء مع النتائج يعني كلام لما بيتقال من الناس فهمة تسمعوا المقاربة اللي عملها عماد متعب ما بين منو الجوزيه وبتس موسيماني قالك بيفكر بزكاءه وشخصيته أنا نفسي نخرج من دي خالص لا منو الحبيبها ولا أنا حبيبها ولا هي منطقية على فكرة لا الجيل ده هو اللي معه ولا المنافس هو المنافس ولا العصر هو العصر ولا الشخصية يا شخصية منو كان يتمتع بالحميمية الجماهيرية لا كمان في حتة منهجية في حتة نقطة اتفضل لا يعني منو كان يتمتع بإحساس الجماهير فكان على طول عايش في تفاعل بعد قد ايه دي النقطة المنطقية يعني انت بتقيم واحد على ست سبع سنين بتقرنه بواحد على ست سبع شهور ولا تقرنه حتى لو عمل نفس النتائج ما ينفع شيء ان انا اقول موسيماني ولا جوسيه ده مدرب رائع جدا زي موسيماني ولا بايتسا موسيماني ولا هيدوكوتي جوسيه ولا هيدوكوتي كل دول مدربين كل واحد قدم ممالة داي ولكن الفطرة بتاعة جوسيه عامرة بالالقاب وعمرة احيانا باخفقات طبعا احنا قلنا في 2005 فترة طويلة جدا لا قلنا في 2005 نفس جوسيه ما انبسط شيء من النتائج اللي تحققت فاحنا بنحاسب موسيماني في اول تجربة مع النادي الاهلي في كاس العالم وهو قد تخطى الدور الاول يعني مش عايزين نقارن لان الوصوله جوسيه في ارتباطه بجماهير الاهلي صعب يتحقق لانه ما فيش جماهير في المدرجات دلوقتي لا فيه جماهير في المدرجات ولا المدة ولا الوقت هو الوقت ولا الظرف هو الظرف ولا المنافسين وحالاتهم هي نفسها ولا العناصر اللي انت بتلعب بها هي نفسها يعني كل ادوات المقارنة او المقاربة مش موجودة فهي رات حتى برا المنطقة دي وخلي كل المدرج باخر حقه فيه نقطة سخيفة بجد سخيفة خلينا اقولها والله بجد سخيفة بتتكرر في برامج مين احسن فلان ولا فلان ليه ما فيش حاجة يا جماعة في حاجات زي كده افعل التفضيل دي مش موجودة مين احسن ليه مين احسن مين اشهر مين اكبر مين اكتر ده الكلام ده جاهل جدا افعل التفضيل بس عشان مين احسن مين افضل مين اكبر مين اشهر كل ما هو على واسن ده حاجة في اللغة العربية يتمايز بها صديقي برامج لا لا بجد لانه مش راحة هو التفاكر اللي قدام تلفزيون عارف يعني ايه افعل التفضيل هي فعلا فكرة سخيفة ان انت باستمرار لدرجة انه طيب احنا مستقرين على حجم شعبية النادي الاهلي لما يكون عندي رقم من الجهل او من تعمد تصدير الخطأ ان انا اقول هو مين اشهر الاهل ولا الزمالك وده كلام ميدا مين اقوى على السوشيال ميدا الاهل والزمالك يا جماعة الكلام ده منهجيا غلط لانه مبدئيا نروح للسوشيال ميدا على كل منصتها اعرف كل نادي من دول عنده كم منصة عليها كم نسب المتابعة بتاعته تقدر تقول الاهلي منصاته الاعلامية فيها كذا وان كان مالك الاسماعيل للاتحاد كل المنصات دي مقاصرة قوميا فما تقدرش تقول او مش من حقك تقول ان انت مين اكثر ومين اكثر تأثيرا ده كلام منهجيا مش صحيح بالمرة نهيك على انه بقى بيصير المشاكل بين الجماهية تبقى كل مراكز بحوث الرأي العام وقياسات اتجاهات الرأي العام حسم المسألة انه 72 او 74% من الجماهير بتشجع النادي العالي مراكز رسمية المعيار الذي لا يقبل الجدل السوق خلصنا السوق مين بياخد اعلى بس مين بياخد اعلى رعاية مين بياخد قالك الاهرام احنا بقى لنا عشر سين مش مع الاهرام ورغم كده الاهرام ايه ده الاهرام دلوقتي بيقول ولا يوم من ايام ما كان معنا النادي الاهلي محدش بيجامل الاهلي الاهلي بيثقلوا اشتركوا في القناة